اشتركوا في القناة خاصة في الانتيرفيو اللي صار في فرانس كولتور راديو فرانس كولتور مع الجامعي وستاذ علم السياسية حمدي رديسي تقريبا برشة اللي قاها مفاجأ فما اللي القاها نقد واسع ولاذع على ما يقع التصري الاجتماعي بعد هذه التصريحات وفما زاد اللي يقوله انه التبورة الخامس المساند للإبادة والإجرام الصهيوني هذا يلتحق بهم حمدي سمعتوا البارح لانتيرفيو سوفيانو اي سمعتوا والله عاودت نسمع فيه سمعتوا البارح في العشية واليوم قاعد عاودت سمعتوا بالخطر اللي بس نحكي وعليه هكي جدا يلو بنحكيو عليها خطر مانها خلق حالة من الرفض الكلي جميع مانها متعرفة ببعض صوتك وستندوتك وبالتالي سمعتوا بركدي ولينا حمالي نعرفه مانا ارتقاء من سنوات طويلة مليح نزغل في الجامعة قيلا بعمر مانا نعرف مليح مانا لذا تعرف مليح الحقيقة ما نعرفوش مليح نعرفو كاستاذ وكشخصين تابعو من بعيد وأكاديميا نحترموه كل شيء وحضرت له حتى في محاضرات من بعيد ولكن ما نعرفوش هسكو هو من التابور الخامس اللي كان في الجامعة ما كانش هكي لا مستحيل حمالي اللي سنوأسير خطر وطن ديمقاطي ما نهان مسألة ربثان الوطنية مسألة السفية هو دوائل دوائدي أنا سميل طيب جمع داليا ما كانش حكاية لكن عنده مدة ولا يميح لهذا أنا لو صديقي بالكدير أنا حتى مؤخر عملي فات وفا خوير كبير هو منور الناس اللي حضره صديق صديق من الصغر معنى مش وقابلة في فرنسا يسر شو اللي صار بالضبط معناتها بش مرش موقف ما رأيش شو اللي صار ما نجم نحكي لك شو اللي صار معنى شو اللي صار على خطر مثال شوف الغريب أنه الآن في العالم الغربي ساعة معاش تلقى الأصوات اللي مساند الأصوات الكبرى متاع الكتاب وغيره كيماجون بوساط وقت السند السورة الفنانسية الجزائرية ولا الناس اللي سندوا فرنس فنان وقت اكتب المعذبون في الأرض للدانيل لاتير ولا بولنزان في آدن أرابي يعني الوحيد اللي لوموا عليه موقفه من حرب الجزائر هو البحكامي جسدم وهي نقطة السوداء في مسيرته لأنه لما أخذي جزائرية نوبل سألوا جزائري في وصله قال له شو موقفه من حرب الجزائر قال لنا أحب العدالة وأحب أمي لكن أحب أمي أكثر من عدالة أحب فرنسا كأنه عدالة وبالتاني نحاذب هذه كان نقطة سوداثية على البل كامل لكن جون بول سات خذنا موقف باهيا صحفيين فرنسيز خذنا موقف باهيا جورج بلانوش خذنا موقف باهيا وكذلك سندو معناها قضية الشعب الزيري والتحادل الزير بتاع الشعب التولتي وشعب في المغرب المملكة المغربية الشقيقة وحسامير المالوكي لكن اليوم اللي لحظناها أكثر من هذا مش هذا برك لكن لاحظنا وأنه هناك هرولة من طرف كتاب عرب بعض مشكل اللي هي معناها من أجل تبييض إسرائيل أو إدانة المقاومة الفلسطينية وثمانيس يمجرد فرقس على جوايز ومثال شوفت أنت الصحافي يقول يقول اللي هي اللي فلانس كتور يقول الحماديل ديسي أنت لبلغران التالكتول تونيزي تقول عتاسي تلبلغران مني نجيبها معناها سامحني 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 لبلغران التالكتول ومني نجيبها يا خيار ويشام جايت مثال حماديل ديسي ما جيش في 1 5 1 10 3 10 5 10 حماديل ديسي أخي هو الطالبي خلنا نحكي بكل صراحة لأننا التاورة مصديقية لما مدين خطرة لحظة حقيقة يدرم تتقال وحتى الكتب متى وحمديش كوني أعرفها يعني ما يعني أوسيبال بلغران التالكتول عنا في صحفيين في الجمعيين الناس يقرروا هذة الثقافة حمادي بالعربية والفرنسوية هو يعرف هذا جيدا ويعرفوا منذ سنوات عديدة أنا نرجع لحب الكلام الذي قال وحمدي أول مقال وهذا الذي يخلى الناس غضب يسر قال إن ما تم يوم 7 أكتوبر هو يعني هذا لا يمكن تشبيتهم بانتبارهم مقرفين ولا يمكن قبولهم بأي طريقة ولا يمكن حتى التعبير عنهم والدعاوى أن ليلة شهيد وليسامبر نددوا بهذه العملية تعتبرها الهبية ثم قال حمدي فيما يخص تونس والناس اللي عملوا مضاهرة قدام أسفلت فلانسا قال هلوما معناها سهيد أسفل أنها جماعة يكاينهم أموت أموت يعني يكاينهم قطيعون من الذئب يكاينهم يطلب منجانس والتي تطلب الصعر سليسام قال حمدي الديسي أنا لا أتفق مع من يقولون أن فرنسا لست مع سرايد في حين وأن فرنسا تقول أنا مع سرايد مكرون يقول أنا مع سرايد السلطة السلطة في تونس ما على إدعاء وستان هذا شيء مخيف قال كذلك حمادي اللوسي أن اتفاقية ابراهام ملفوظة من الشعب التونسي وقال كذلك وأن تونس أصبحت تنظم إلى جبهة التصدي جبهة السمود وتصدي وقال كذلك وأن التونس الرسمية هي الآن أظهر ظهرها للموروث البولغيبي وإلى الصديقة اليهودية التونسية لم تي جو ديو تونسي شنو الكونسيب هذا شمال صديقة يهودية التونسية حب لفا من نفس كيف تقول لم تي فرنكو تونسي نمشي معك لم تي ولا لفخاترنتي تونسي والجريان نفسي معك لم تي تونسي إيطاليا في لم تي جو ديو فرنسي من يجب معنا طوحنا عن يهود تونسي قبل ممكن سي حمادي والقبل نحن يهود جورج عد وما ذلك شمال صديقة تونسي نحكي على تونسي قال تونسي هذا وقال كذلك أنا أحص بمالال قبل لأنه تونس ذهب في إطال ليس في التواجهات ليس التواجهات ما قال وقال كذلك أنه 7 octوبر قال معنا أنها مقرفة وأنها مرفوضة وأنها لم يكن التعبير عنها وأنها معنا خسيسة أحص قال على إسرائيل قال دعو دعو من إسرائيل تونسي التواجهات للتواجهات دعو ليس حرب إبادة ولا قتل ولا سحل ولا حرب مفتوحة دعو 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 موني بإسرائيل كما في الكولا بالإعجزم لانتعمل كنت لانتعمل لانتعمل كما البالحة جنسي لانتعمل بالكالا عنو دعو كنت كنت نحكير للإعجزم كي ترانس غريش ترانس غريشة ترانس غريشة كما ولدك بالإعجزم يدخل حاش من التسانة للتوالية ويخلي بب محلول يل ترانس غريشة بالإعجزم يقولوا لي ساك الباب يعني بكل صراحة ويقول معناها سرايد تتجاوز معناها لدروات لغير يعني كيحكي على سرايد يحكي لدروات لدروات لغير وحكي كذلك يقولوا أن السلطة التونسية هي سلطة أوتوكراتية أوتوريتير وأن المسائلات الوحيدة المسموح بها في تونس هي المسائلات التي صادح القضية الفلسطينية وبالتالي الحق حمادي إرديسي سمحني إذا أغطي إذا أغطي إذا أغطي إذا أغطي إذا أغطي وهو دا أغطي أغطي وإذا أغطي ما هو هذا هو أولا الساعة من حيث الشكل أنت كيفيش حمادي أنت أنت لا هجي هو ليس طريق الفلسطوية نعفو وإلا ليس طريقة معناها في الكبير نسخلين يعرفهم هو لكن إذا تبال دونسطو ولعب داو لحق خيبيس علما نقول حمادي لديسي حتى في الجامعة جاب كاميل داود كاميل داود اللي توقع يسب في العرب عندك كاميل داود وعندك سوسم الطاهر بن جلون ولأخر عدا وعطفك لبناني إذا ما عدت شحك ما يدخلوا لأكاديمي سلوصي زمين معلوف ياسمين خفرة وإحد كتب علي حال أخرى أي معنى ياسمين خفرة معنى كلهم شو شو يعني فرق بين كاتب ياسين ليكتب نجمة رحم ديب كتب لغلاند ميزان والبنمي في بدايات وكتب بورتري ديولونيزي ونحكي ذك عن الانتلكتول الفرانكوفان وراشيد بوجدلا كتب الوسكارغو انتتي و تير بولدو واسايد كتب الدراسنمان الاجتساس وفرانس فلان اللي كتب بو نوار مسكو بلان ولي داني لاتا المعذبون في الارض فرق بين هذه القائمات وبين اقزام اليوم بما فيهم صديقي حمار ديليسي انا نشتني نجاوبك انا لو صديقي بالجدار وخوة وصديقة لكن كل حاجة خضل اسطها السمسرة بيدم الفلسطينيين حتى كلمة على سبعاليف شهيد حتى كلمة على الاطفال يجين نوم اصغار حتى كلمة على التطهير عرقي حتى كلمة على الابادة حتى كلمة على السحل حتى كلمة على القنة هو هو تنتوى كانش يمشي للمكرون يقول له اخويا اه طلب انتا لستما يعني هو قال جونه باقت 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 يقول انا يودي اشتغلك فيها مكرون اهي اهي اشتغلك اهي انا مريك في موري مع المتصاهينين اهي اشتغلك توا توا يعني وش هو بربي ياسمين ياسمين هذك ياسمين خضر اي انا ندعوكم وانو طال على باج باج بتعمونير عليش قالوا الكلام اذي قطار ش قال هالثقافوت هذي ازاد من يفرح لما قامت به حماس لا يستحق ان يكون انسانا كي جمع شوفوا منكم برشا ازاد بش قولولي شكونك انتي اللي بش تقول هذي اخوي انا اقول واضح فما اليوم معركة كبيرة بمعركة اليوم فيها دم الاطفال فيها دم النساء فيها العرض فهال ارض وهذي لن نجم لن حيد معاه وكلمتي انقولها وانا لا انتمي لا ثقافيا لا في العمر لا في الحب انتوما انا ننتمي الى ذلك المواطن الحري في العالم اللي نادي بالحرية اللي موجود في فنزويلا اللي موجود في اسبانيا اللي موجود في تونس اللي موجود في المغرب في كل ناس نعم المثقفين المشمناء المضد اخي مثلا جون ماليك لكلزيو ها هذي لدي لدي فالدار اللي عندي فالكتب عندي هذي لدي 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 اللي خلط عام 1908 و1988 كون كتب فيها جون ماري لكلزيو كون دونو تشمس اتت من 1948 قصة غويت تزولو اللي هو كتب اسباني جورنال palestinien جوى 1988 وفي رسما مقار امتاع إيلان هوا موجود يعني لو المثقفين هوا ملي حملوا القضايا أنا أنا اللي فهمتو وانا فهمتو وانا فهمتو امتري جيت مش هو احمل قضايا متاع الشعوب المستعمل فهمتو شوى شفهمتو شو القطيع والاستعلاء اللي هو على مدى مش فقط جديد منذ 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 السنين منذ السنوات ومنذ منذ عهود وانو المثقفين يقضوا في برجهم العاجي ويتكلموا في حاجات بعيدة على الشعب هو في حد ذاته تبعت له محاضرة قالها في فريديريش وقد محكي على الشعبوية يعني مثقفه في برج عاجي بلي جبت هذه جزء كبير منهم قضية فلسطينية وقضية التحرر يخي البركامو البركامو رغم اللي قالوا على الجزيل ما عملش رابورتاجات في الجيل رابورتاجات على شو سبع بيرنالوس مخزيش موقف عليش رفض جون بولساقتر بلي نوبيل قال سان فو بار لا يتخذ دانو فان وبيافراء قال الطفل يجوع في بيافراء اليوم ولا معنى يعاني من ولات الحرب لما نخوش هنا الجزء سمم دي كونسيونس كبار وقفوا مع قضايا التحرر واخذوا معنى مواقف تاريخية وهم المثقفين اللي يعطيوها هني قطر جون ماليدو يخذ جزء التوبل يقول تزيلو اذك اكريب الحزب السوعة يمت عامل فينو وسبعتاش كاتب اسبانيولي قوي جدا سامارنغو ششمو أكتافيو باز سيزار والإخو يكتب سانتان صلتور ششمو قبلية غالسية ماركز يكتب صديق صديق فيدالكستر وصديق يعني الكتاب الكبار اخذ المواقف موريس ديفرجي في فرنسي اخذ المواقف ضد الإبادة في الدذائر يعني اخي هو هذا يعني مثقف شبني عندي مواقف هك يعني اخي هما ينتميوا هما مثقفين مش مثقف يعني باب الثقافة دخلتوا من باب العريض تحب نحكيه بكل صراحة من باب كبير ياسر من اللي عملي منذ نعومتي اذافل اما كان ديما المواقف انا كتبت كتاب يسمى سقوط بغداد والمساة الشرقية جديدة هاي اكتبها وكتابها كاكا بخزيوش مواقف اللي هنقوله بحمود درويش مش مثقف ملتزم بالقضية ادوار سعيد مش مثقف ملتزم بالقضية روبر فيسك مش انجليزي التزم بالقضية انا مشيت لباريس ومشيت لستوديو من دراب مؤخرا في الصيف ومشيت ولقيت محاضرة اشكون عاملة جون جيني اللي يكتب على صبره شاتيرة اول انسان تخلي صبره شاتيرة هو جون جيني وحكي عليها الفرنساوي وخرج عليها كتاب وقبل ما يموت بشهلين مشي قبل رولاند يوماني بعد وانا وزيخ خرجت فرنسا وعطاه فريجة فيها لانه هو قدر عدم الكتابه عمر خمسين سنين قدر بعد شي يكتب واخذي لانوتهم متاعوا الكل القاهبتوا بي فوق جرائد فوق اوراق متاع وطير فوق فاتورات متاع مقاهي ورستورانيت فوق وحود متاع اولاق عابلة وخرجوا منه مكتاب يعني المثقفين هم يحبوا بينه ودير كلمة الثقافون تنى ضدها هم يحبوا بينه اللي معناها لو المثقفين ضد القضية المثقفين هم حملوا رواية القضية واول ناس حملت رواية القضايا العادلة هم المثقفون في العالم اما هيدا ما شمال المثقفين انا انا اللي حابيت نقوله فقط في هذا وانه انك تكون خارج التاريخ انك تكون مطبع انك تكون عندك اهداف اخرى باش تسوق لكتابك ولا الغير ولا اللي هو من حقك ولكن لا تكون خارج الانسانية ما تكونش خارج الانسانية ما تكونش خارج ضد منطق الانسان معرضتك للنظام في تونس ولا غير ولا اللي هو وانتي خارج مكش بش تحكي كما قلت للسياسة تونسية ما تكونش خارج الانسانية فما اطفال واحنا نتكلمه طاوة قاعدة تموت فما الف وخمسة ميات تحت الانقاذ فما اكثر من ثلاثة الاف تفل فما الفين وخمسة ميات بناء امرأة اللي هي توفاة تحت الانقاذ وما زال ليبون بغدومان وانتي تحكي على حاجة بعيدة بالكل على الواقعة على كل مش هو موضوعنا اليوم ولكن هذي طلعوا في المدة الاخراء شوف قدم التقوى ازم التفسرين قدم بش يطلعون مبالرين وليش الفلسطينيين ياخي عرافت لما كن بين الظفرين يقولوا عليها الهابي وجورد حبش اللي هو يعفو منيها يعني هو كان يتقصر معي السمباتية جورد حبش لكتل ما عرافت مش كانوا يقول عليها الهابي وهاني الهندي ما كانوش يقول عنيه الهابي والدي حدات ما كانوش يقول عنيه الهابي واللي عملوا آآ عملية لكي لاولا وما كيروش يقولوا عنهم إرهابيين وأوكاموتو اللي من جيش الأحمر الياباني والي هبط في اللود وضرب ما قالوش عليه إرهابي وجمعت اندرياس بادر وقمت سمحني ولتعمل فيها الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ذاك مش إرهاب دا هنا نحكي في حاجة أخرى ذاك إرهاب الدولة هما سمى ناش اللي هما أيقونة النزال ديغول في فرنسا جمولان في فرنسا ديغول في فرنسا غنيت لشاتي مي كنتالي أشي قول فيها ومسان مقاتل في الجبال هو سندرو بلتيني ولا رئيس فيمت بشواليك اللي سمى أسماء اللي هي كوبولة ومعترف بها في العالم وكان مخا رجيس دوبري رجيس دوبري سيدهم الكل هذاك إنتلكتويل رجيس دوبري ممشاشي وشد السجون حتى مع شاكي فارا وتشطربات في بوليفيا وفي أمريكا اللاتينية يعني بشواليك اللي الاشكالية منحكيه وشتعلها بيانسور إرهاب الدولة ممثقفين والناس اللي حبلت لواء المقاومة من أجل شعوبهم جاب تهمة بالإرهابية عرفات تهمة بالإرهابية مانديلا التهمة بأنه إرهابي ومخرب غسان كنافاني من يصل الصرغة الثان كنافاني هما فلسطيني اللي يفجلوا الكيان الصهيوني عماله في سبعين والثلاث سبعين في سيدة هو وبنتخته واللي كتبتها بقى لكم وكتب الشعر وكتب الأدب وكتب معناها وكان غسان يتكلم الأنجليزية بشرفة رهيبة للبارح في الأيام إدوال سعيد الفلسطيني اللي يكتب بكتب المستشركون وكتب بكتب ليزانت الإلكتولي والبوار يعني بكل صراحة من وجهة النظر هذه راو في التاريخ كل ناس قاومت من أجل بلادها اعتبروهم ثوار أولا ثريا دائما هناك تماهن كبير بين حركات التحرر الوطني وظهور المثقفين كبار ابن شاكل كتاب أو رأيين أو رجال مسلح أو صحفيين أو صنعي لأي عام وهما يتمهون مع قضايا شعبه ويعترف بهم كمقاتلين وكمجاهدين بحاجة عقل تقول نمشي لك بيانسور هو غزة رفع على الالهايب الدولة تعمل في إسرائيل على الالهايب يتملس في أمريكا في المنطقة على الفرنسة هو الفرنسة قالت يمكس سديك تسريل جمباتر إلا يسمى مشكلية كبيرة اليوم قدم إسرائيل تتخبط قدم قاعدين يخرجوا هذوم اليساينين يسميهم وهم الطابور الخامسي إسرائيل داخل المنظومة متاعنا وكبال داود وغيروا هيا بلا خزيت ولا ياسمين قال عليه الأخر مزيسل هيا خزيت جايزة تربل ومشو معناها خزيت مخزهيش جورج أمادو ومخزهيش محمود الرويش أدونيس شفت أدونيس تم وثيقة تصحت مؤخرا بالمثقفين العرب ومشارك فيها حتى أدونيس بصحة عليها ويعبروا فيها عن مرفضهم لي معناها الوثيقة طبعا لها بتلكم منها رسولة التوسيد علي يعديها يعني وثيقة مهمة جدا على شو تحكي بالضبط تحكي على معناها المثقفين عرب خذوا مواقف رسالة من المثقفين عرب المثقفين الغربيين بشأن الأحداث بغزا أدونيس ماتشاة خليفة بل قزيز شسمه الشرفي بتاعنا متاع التونس يعني خلاول السالة مهمة جدا وهبتوها في جلايد وترجماتي العديد اللغات وهي اللي فيها المثقفين فهمني أنا كلموني قال الصحة قلتنا ما ننخدم يوميا لأن صحة بلا مجي لأن نعمل صحفي ما عندي مشكلة هاوة سيدي أدونيس الشعل العظيم عبدالله بالقزيز الأستاذ التونسي الكبير مرشب خليفة علي أمليل عبد المجيد الشرفي أستاذنا الكبير شرقي بازية محمد بلد المغربي نبيل عبد فتاح باسكال لحود كيف باحث لبنانية عزيز العظم محمد بن نيس نبي سليمان عبد حسن شعبان علوية يعني فيها حتى تلقى معناها نصير شمة المؤلف الموسيقي تلقى أرقام كبيرة سبعة وثقفين وخلقوها وترنمتها في المال يعني أنت كمثقف يذكر ما تخشي موقف مع شعبك في حالة حرب إبادة وشوف ثم لاظون جزاي لابري جزاي شوف أنا هذه قضية فلسطينية لو نعرف ها من لي أنا صغير وأعرف كم أنت رد هاتها وأنا شخصيا كنت منخلط حتى في المنقا الفلسطيني نعرف هم لي لو نقول لك حاجة في السنوات الأخيرة تم نوع من أحباط ومن اليوم رجعت بقوة وهك تشوف 75 سن القضية الفلسطينية هي المحول الأساسية لما يسمى بالمجتمع الدولي وبش يجي والآن يحبوا يعملوا أصلوا ما أصلوا والآن يجعلون لحل الدولتين لأنه فهموا ثم جيل جديد تقلق قلب شارعية دولية حكيتها فرغ هي مجد وهم ودولتين ونحبوا دولة فلسطينية موحدة ونخلين تنقاب مع لو اليوم أمان سبعلاف عشايين شاكثر من هذا 1500 مفقود ومفقودين وطولت شوف أكثر بش يظهر أكثر والفضاعات اللي سايلة والبيل حاك يزدبوا حتى على جينين وانتي يجي تقول هكا اليوم ثم أصوات إسرائيلية جينين اللي مزال تغلي من المشهر كمال يبعث لي مقال جيد جدا قريته في العشية ألان جريش ألان جريش الخبير خلق الأوسط اللي يكتف المون ديبروماتيك اللي يتمقاله اليوم الصباح بكري ثم كذلك مقال مهم جدا صدع عميق في المجتمع الإسرائيلي ميشيل فرشاشفسكي في السفير العربي اللي خلاص جبقال ويحكي معناها التصدعات ومعناها الكرب السورة في المجتمع الإسرائيلي وانقسام الإسرائيليين حول هذه حرب الإبادة اللي يعمل فيها ناتنياو يعني ناس وصلت أنا تعمل في أشياء كهكا واحدة نجي ونعمله هذا أنا نقول عفوا حبادي أنا والله لا يشرفني ولا ينشل باقي قهوة بلتقبلا بكل صالح عليك على خط العيشة متاع بعين سنائة مشيت دك دكتا في تدخل تهجي تتكلب تبرر تعم في أشياء مش معقول آه كنت تقول أنا عندي موقف من حماس بلا وانا نقول لك حقا كي تكون عندي موقف من حماس لا مش كون عندي موقف من حماس لكن موش كون موقف عندك من المقاومة أما أنتي أولا قبل كل شيء تدين الإبادة والقتل والسحل والتطهيل العرقي وهذه الحرب اللا إنسانية وكذلك زد على ذلك تدد بالواحد ثم حاجة قالها قال المباساد الفرنس دي ما يعمل فيها منظاهرات عملها مساءة منظاهرات قدام المباسادة بتاع فرنس حتى وقت استعمال أو المظاهر نحك كبويان ذاك فرانسواء بويان كجي وناس تقلقوا منه كان يخرجونهم بكلسون أذك تعرفوا كلي بعثونا بعد ثور آآ من خبلات وماك أسحب آآ يدون أكري منطهور لطهور آآ كل مفام مرموقة وتلقاهم آآ 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 ليسوا آآ 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 بطول ورقة قالوا لا ماشي تكي ذهر لي ماشي واضحة. يعني هتوا في ذا بقية عليش هاتوا فيها ماذا؟ جمع لي فاتت الراجل في كندا وفنان ويمشي ومشي اتحاد الاوروبي ويدور. معناها واضحة اليوم ما التذييق حط الهناب. ايه بان شون هي توا دخل. وربي معاكم معناها عالاخر زادها فهمت? ها ومقال معناها في السفيلة العربي. اه حتى اذا استفسينا مسلطيني تماما فليس هناك اسرائيل واحد اه هناك التلبيب من مدينة المجتمع وثقافة. ميشيل فرشا شفسكي كاتب صحفي مناظر ضد الصيونية. فهمني حوار ترجمة الفرنسية محمد رامي عبد المولة خلقته من خالبالح. يعني انا شو احب نقول. احب نقول. ياخي انتي حلو بش يكون عندك انديس تنقو ويدورتي حلو بش تكون ضد فلان ولا فلتان. لكن لا يمكن ان تكون صامتا ومبررا وكذلك اه معناها متواطئا. مع عملية صح التاليخية وعملية إبادة. طار بالانهوس شو قال في كتاب. بالانهوس عندك كتاب مهم جدا حول. حاول الحقيقة. شو اه اه اجم. مم. جو كامل اونا تندو خللين حاب نذكر زادا شو اللي تقال. علش نحكيه واحنا على موضوع. مراش اذا مو عاندك سيبون انفرماشون. صوفيان تفضل. سينون زادا حاب الناس اللي تحكت بنا على حماد الديسي في الانترفيو البارح روما من حاجات اللي قال المغربة شوية يذر لي لي هو تونس هي احدى دول الرفض اه 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 قال تونس هناك تطرف تدريجي للرأي العام وهما يبعدنا عن الارث التاريخي الذي دعم حال الدولتين ان حقيقة تدمير الاضرح اليهودية في تونس دون رد فعل من السلطات تجعلوني اشعر بعدم الارتياح البلاد تسير في اتجاه ليس هو اتجاه ذي اريده من حاجات اي انا قلت اكتراك تكسبان يعني قاتل كلفة مني قاتل اه اه وقال معناها وجبدنا كيفاش قال لوليك بولغيميا معناها الوالس هو هو الاميتي الجو ديو تونسيان اصدقاء اليهودية التونسية من هذا الشيء انت تقول بالكزمبل اه جي انا نقول لك يا سيدي انتي مطالب اه بالاميتي اه شيعو اه 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 امينيان شو 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 كني بني جبتها اذيها يعني سيدي كونسابت هكي اسقطات غريبة ياسر لم يتيه تونسيو سلاثيان ما سماش اسرائيل اختلت ابوجيهات في التونس اختلت ابويات في التونس عام اختلت شهيد محمد زوالي في التونس عملت عملية حمام الشاط في التونس وقدلناها في مسال امن ما سماش ومن سلطافين بها تم عيداء بنا وبنا وفي حرب ايه وخالت يولي جبتها لفظ ايه جبتها لفظ سبا هي انا افاخي لباني في جبتها لفظ كاتونس حباتي الديسي عمل ما يسمى بالفرنسوية الكذب عن طريق الاغفال المنسانش برميشيون عليش على خطر بلا نوس عنده كتاب اسمه يقول ان الفضيحة ليست في الادلقي في الحقيقة في الادلقي بالحقيقة بل بعدم الادلقي بها برمتها عن طريق يسمى هو متولم خبيث كمالكنسل اللي هو الكذب عن طريق الاغفال المنسانش برميشيون دونك اليوم حمار يعمل هاك لكي مش هو بالك يعمل هاك والاخر اللي قتلك نجيبه مليون الاخر اللي انظر لي ترتو لانتفال كريمان اللي هي احدى ثوابت التعطيات قتلك نجيبه مليون فلسطيني وحط انفيتون والاخر اللي قتلك يسخفوني اطفال فلسطين والاخر اللي يغني يا ولادي شبيكم يخي يخي لهذا الحد ما عادش عندكم معناها مروءة خطر هي مرجل وانساء نقوله لا لجولة لا معناها مواقف نسوية كما ينبغي مروءة المروءة يخي بكل صلاحة انا اشربوا ما قام به هؤلاء وصديق حمار يدين سي شخصي بكل صلاحة بكل صلاحة بكل صلاحة في تونس ما نتصورش كل نجم يقوله في تونس هذا خطاب موجه الفرنسي مروءة عم في انترفيوره وديجيتاليزي وعنده تداعيات ويأخذ بعين الاعتبار على اعلى مستوى واحنا في يوم في عركة وفي حرب دولية من اجل ايصال صوت وحق الشعب الفلسطيني الأبي طيب نتعدعو سوفيان كنت حابسي فولي خلينا نخذه فصل صغير ثم بعد نرجع على الميدان وماذا يحصل في غزة الحبيبة